باي خاعد لكم في الافناء التشكيلة بالنسبة كبيرة بيش تكون هي موجودة اليوم متعترجة معناها قدام الجوليبة مميش في الكارج علمين بيش يكون بوشنيبة علي سار بن حميدة في اللاكس الثنائي حمزة جلاسي ياسين مريح اهولو كوناتي وكذلك موجودة معاهم في حسامة قا علمين الجنوب افريقي مكوانا علي سار يوسف البليلي وقلب الهجوم رودريغو رودريغيز خلان اخوة رايك حسني في التشكيلة هذه والله هي منتظرة بالنظر الى ما قالوا البارحة في الندوة الصحفية باعتبار انه فما يعني مدرب التارجي وجه له سؤال حول انه شنو عمل بعد الاخطاء الكاريثية اللي صارت في موقت بن جردين خاصة على مستوى رايد بوشنيبة والاداء المتواضع من غادي بتاع محمد امين بن حميدة هو اش قال قال انا منيش شرطي بش نعاقب بالعكس انا دوري لانيا بش نطور المستوى شوف طور المستوى ولكن شوف اللي خنكون واضحين ببعضنا هذال الكلام ارى وربما اللي واعي به جمهور التارجي ربما فما عبدا يقولوه وصفحات يقولوه وصفحات ما يقولوه وهذا كلام اللي بش نقولوه توا واعين به مسؤولية التارجي ولكن واجب التحفظ وحماية فريق اللي ريناه توا خاصة على مستوى ان الملاحظات يتوا على مستوى بعد مع الاستاذة تحليل الاداء على مستوى الاظهرة وعلى مستوى وسط الميدان نقطة التحول الهجومي الاشكال اللي ريتوا في التارجي خاصة في موشبه بنجردين عندك مرض مزمن على مستوى للظاهرين بش نقولوه حين بعض انا ما نجم ما نتصورش انه التارجي يمشي بعيد ويراهن بجدية على كأس رابطة افطال افريقي ومن بعد في شهر جوان اللي هو غدوة يمشي الكأس العالم خلينا نتفعل معاك حسني يبدو لي حطل مسؤولين واعين بالشيء الزي في الصيف كانوا يتفاوضوا مع اكثر من اسم كما مثلا وجدي كشريدة وقال علي العابدي وما تمتش المستوى ودراقات لأسباب ودراقر كيف كيف رغم اللي بورشان فيه ودراقر لكن مؤكد انهم تفاوضوا مع محمد دراقر معاك تقريبا فشلو معاك في المفاوضة بشي يجيبوا واحد من الملاعبين هذهم لكن ايضا في مركات وشته ينجم يكون فيما تعزيزات في زوز ملاك اذا ما احكيت عليه اكزاكتما شوف تقول مسؤولية التاراجي يعني بصرف النظر على يعني المسائل المالية اليوم انت ركبش تكون عندك برشة فلوس داخلها للجمعية انت اليوم مطالب انك تعمل انت دابات في مستوى انك ماشي كأس العالم انا لانو منصورش بالظاهرين الحاليين تعال التاراجي انك تجم تقدم انت اداء مشرف او ينثقي الى مستنتظارات جمهور التاراجي ان شاء الله يتطوروا ان شاء الله يعملوا ردة فعل خاصة الظاهرين خاصة مقابل الاخرانين بصراح سي كاتاستروفيك وورينا تصويره وورينا صورة تلفزية حتى متاع المدرب ريجي كامب كيفاش عليه يعني علامات الاستغراب والبهتة والتعجب بالمعنى الوحد ليس على الظاهرين على الظاهرين وغير الظاهرين اليوم التاراجي شوف انا اللي يريد وانا انا حكم كما بيظهر الاشياء انك عندك سميت لي بن حميدو كذا ان شاء الله يقدموا اليوم يكذبوا الناس كله ويظهروا بوجه ان شاء الله جديد على مستوى الخط الدفاع مرة اخرى يفو فالتنسيون خاطر مش نحكيو على المقابلة باعتبار بارح مدرب جوليبا هذك ديامب تراوري قال بش ننتظر شوية ونشوف في التاراجي شنو السراتيجي متاعه اما ردوا بيننا من الاخطاء راه التاراجي قاعد يرتكب في اخطاء دفاعية وفي اخطاء على مستوى حتى المجموعة ما اغلام غير مقبولة هو شوش كل الكشكال في التاراجي اليوم اسلام على بعد تسعة جولات في البطولة فما خلل في الغبوغ قال يتيبخي ملاعبية ما شاء الله موجودين من الممون فنين وحتى مدين تكلفوا برشا والحصيلة صراحة سلبي جمهور التاراجي ليسان حالوش يقول لك قولك انا جاي بملاعبية من اعلى التراز ويخرص وكل شي مكش تعمليتي حاب تعاد مع ابن جردين وعبن زرت خلكونوا واضحين بعضنا مهور التاراجي وطموحاته كبيرة برش وبالتالي اللي ريناها كم اخطاء على مستوى الفردي او الجماعي مش ممكن انها تتواصل خاصة اذا كان انتي عندك طموحات وهذاك تلك عدد التاراجي اني راه نعلق بالقاري باش نكمل في التشكيلة واني نخلي المجال للوخيين اللي ريت وزيدها وقلقني في المقابلة انا يعني كملاحظ في مباراة بن جردين على مستوى توجيه ميني على مستوى التحليل هو الثقل الرهيب على مستوى للتحول من الدفاع الهجوم خاصة في البوست متاحه وصيامة قا ثقل رهيب مش ممكن انتي اليوم تلعب مع جوليبا ناحي البطولة مع جوليبا ومع بيراميدز وغيره انك انتي تجي كورة على مستوى المنطقة هذيك في السنيدان اللي ما تكون الكورة تمر الى السرعة القصوى يكونك الثقل هذيك حتى الدفاع ما يستنعيك باش انتي وبالتالي هذيما النقطين بارزين على مستوى الخط الخلفي والأظهرة خاصة روالأظهرة عالش قلت انا عملت خط الكورة العصرية والوخيانة معاي ربما يشتروني فالرأي روالتالتكز على الأظهرة روالف المقابلات تخرمت التارج لم يرينيش حتى تريونغ و حتى ديسونتراج على مستوى الأظهرة هذا يضعه فتح نجيو الأخطاء الدفاعية الفتحة كيما اللي خرنية متع ياسين مريح و نجدوه الثقل على مستوى التحول الدفاعي للهجومي هذا كل جي يعطينا يعطينا المستوى اللي ريناه اللي هو مستوى إلى حد الآن في البطولة متواضع ولا يرتقي إلى مستوى انتظارات التارج و إن شاء الله على شكونا بالبداية مبرت جوليبا تكون تحول نحو الإيجابي في مسير التارج على جميع الأصعيدة سمين المونجي توفقوا تقول مشاكل ترجي خاصة لخاصة حسني بوش ما نقولش لكل أغلبها في الظاهرين هو روى الكورة الجو كولكتيف الظاهرين اليوم دي جور الأنمان والله المناعبية هذو ما هما اللي بوك إميسير متع الفريق التارج ريدي التونسي والأغلاط اللي قاد صايرة رأي هو سيان كولكتيف التارج ريدي التونسي لسي ما عودنش بالجو latéral اليوم مالهرزمان يوجد التونسي 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 اليوم بوشنب اليوم دي جور للمان والله المناعبية معنى يوجد 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 انترن اغلاط والكوبرتور بنحميد أمين بنحميد في 2018 شامل المناعبية في قطر من حسن المناعبية كان موجود بنحميد اليوم راه انت اليوم تريبيوتر دي ديو اللي موجودين في الزون متاعك اليوم أنا جو بانحميد باش يعملوا الكوبرتور البليلي إذا كان يطلع بنحميد باش بليلي سباس فورس ونفو فيزيك باش عندوا الكفاءات باش ينجم يعمل الكوبرتور واليوم الجو الاترال هذا يقلق التارج التونسي لكن اليوم راه الكمplementاريت اللي موجود اللي موجود في الفريق كوبرتور يسين مريح زادة كف كيف أنا سميت وماغوير متاع تونس ويسين مريح ملاعبي ومدفع ممتاز يكن يخمم اللي هو مدفع ميزموش يخمم بشيخ اكلي ريسك وشكول اللي يعطي للا confiance للغاردين دبوت مميش اللي هو سينجين غاردين مالغري للا présence ده غاردين نمير انا تاليكيب نشنال كان موجود تحب للا سيتي بالفيفا كمانغاردين ده مستقبل كبير بارش عنده دي جول للا ما ولا يعمل فيها غلاط بالطريقة هذيك لكن اليوم رو انتي تكمل الهجمة رو النس كل كونسرني تكمل الهجمة عندك الوقت باش الدفاع متاع ترجري تونسي ثم الربلاس من دفاسيف معاش تصير الغلاط حاجة اخر وقلنا اخر مرة على كشري ده واجد كشري ده الكيب ناسيونال قلنا اللي اللي لعب دي بش يحمل مباراة كبيرة بش يطلع واجد كشري ده ما وش يطلع بالكل قبل المباراة صحيح الاخو يا اسلام وما طلعش عليش لان يني تبا بري جي بجور وخلي على الظلم متاع الملاعبية للي نحو النقره يبدو ليس قد يقفون عليهم حجم تنفسي المنزل في قد يدين على المنزل وليوم أن ترحب المحرور أمام المحرور ومن أجم مستجن أن يدف وقايا عنده الوطن سيئة إنه يوم متحج بيانا رودريغس في الملوية التالية حتى يبوز إذا كيف كيف حسيم تقار برقال أو كوشي أنساس ينساس المشخ للمحر كالا رودريغو كالا ومساندر يلي تريبوتار بالفورم تايانساس لسوتين هذيك الموجود والانيماشيان اوفنسيف انتي تشوف في الظروف الصعبة تلقى بلايلي باركزمبل ولا يانساس ولا رودريقز اللي سجل لك الهدف لكن اليوم راوسيان كولكتيف انتي والرسالة اللي تنجم تعدها اليوم الرسالة في الترجمة بين المدرب والترجمة بين المدربين ماش قاعدة تتعدى تحب ولا تكره لان الابرو قاعدين نشوفوا في اداء بتاع الترجمة تونسي ماهوش في مصلحته بترجي الجمهور موجود ويزينا من اللي اكسكيز الجمهور يشتمنى والجمهور انتي تلعب ساعة ونص ساعة ونص ثلاثين دقيقة ولا أربعين دقيقة في مباراة وبعد تروح لدارك مرتاح ويعلم ربي الناس ادوكم كيفاش يجيوا ثمانيس جي على سقيها باش تتفرج مباراة في الترجمة تونسي باش يحب يفرح باش يحب يشيخ في كمباراة وانتي عندك لشانس باش الملعبية الجمهور هذيك يفرح بلس اكسيان تاك راو سيطر وفاسي لدير جمهور شجانة جمهور ملاجه يعمل جيش رفيقاو جيش شجع كمه اما يلزم يلقى لزنگري ديون تاجوريت اللي يعرفو كيفاش جمهور انتي عمل اكسي ضد جولي باليوم في الليل ام برمير اكسي خرقلاد تتشوف الأجواء وانت فاكرني اللي ترجل تتونسي إذي كن يعرف كيفاش يدخل في المباراة واتنسي واتنسي على حاجة اخرى كي تلعب كونستاما الكور العالي التويلة هديكة ركبش تسهل لأمور متاع الدفاع المنفس اللي نسي تري فاسيل باش بار كونتري دي كن تلعب انجو كولكتيف هي سعلي ماجدو لانترنور كيفاش راو سي ترو فاسيل اليوم باش تعرف الطريقة اللي باش تلعب بها ترجي يلزمها تلعب على الطريقة بتاع نقطة القوة متاعها مش على نقطة القوة ترجمة نانسي قنقر